السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بمشر المزيد ان شاء الله الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما ينبغي لجلال وجهه ولعظيم سلطانه ونصلي ونسلم على خير خلق الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن ولاه سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العلم الحكيم الحمد لله الذي هذانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هذانا الله وبعد أيها الأحبة الكرام أحييكم جميعا بتحية الإسلام تحية أهل الجنة وتحية أهل الجنة السلام فالسلام عليكم جميعا ورحمة الله تعالى وبركاته حديثنا اليوم عن فقه العبادات كما وعدناكم في الحلقة الماضية نتحدث عن كيف نعبد الخالق عز وجل إياك نعبد وذكرنا في الحلقة السابقة بيان لمعنى الفقه الفقه الذي هو العلم بالشيء والفطنة له والمقصود به شرعا هو العلم بالأحكام الشرعية المستنبطة من الأدلة التفصيلية نحن عندنا مصدرين اثنين هم القرآن الكريم والسنة النبوية وتقوم عملية الاستنباط نستنبط نستنبط يعني نستخرج من القرآن العظيم والسنة النبوية الأحكام الفقهية والأحكام التعبدية لكي نعبد الله على علم وأول باب من أبواب الفقه هو باب الطهارة ذكرنا في الحلقة السابقة بأن الطهارة هي على نوعين هناك الطهارة النفسية القلبية وهناك الطهارة البدنية المؤمن الذي يدخل على الله والذي يقف بين يدي مولاه لا بد أن يكون طاهرا مطهرا وأول طهارة هي الطهارة القلبية أن يطهر قلبه من الضغائني ومن الأحقادي ومن الحسدي ومن البهتاني يكون القلب طاهر فيه الصفاء والنقاع يكون فيه النية ثم نشرع بعد ذلك في الطهارة البدنية وهي الطهارة بالماء والأصل أن المؤمن لا ينجس هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لما التقى بأبي هرير وتحرج أن يسلم عليه واختفى أبو هرير عن الأنظف قال يا أباهر تعال لما رأيتني وتنحيت قال يا رسول الله أنا جنب وخشيت أن أصافحك فصفعه النبي الكريم وقال إن المؤمن لا ينجس فالأصل في المؤمن أنه طاهر بإيمانه طاهر بيقينه طاهر بصلاحه لكن لما نريد أن نقف بين يدي المولى في الصلاة هنا لابد أن نتوضع الوضوء هو فرض من الفرائض وربنا عز وجل شرعه في كتابه العزيز كما أن النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم بين أحكامه في السنة المطهرة فماذا قال ربنا عز وجل قال بعد بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين هذا خطاب الله تعالى للمؤمنين يا أيها الذين آمنوا لأن الأحكام في الشريعة على نوعين هناك الأصول والفروع الأصول هي مخطبة لكل الناس حتى المشركين والكافرين والملحدين ربنا يخاطبهم في الأصول يا أيها الناس إذا سمعنا يا أيها الناس الخطاب لكل البشر لكن إذا سمعنا يا أيها الذين آمنوا هذا أحكام في الفروع خاصة بالمؤمنين الصادقين فربنا تعالى لك قل لنا إذا قمتم إلى الصلاة إذا أردتم أن تقوموا بين يدي سمعتم النداء للآدان وقد تحدثنا في حلقة سابقة عن الآدان وقلنا أسراره وكيف شرع وما المقصود بهذا الآدان الذي فيه نداء بالتوحيد الله أكبر الأكبرية لله الله أكبر من كل شيء لما تسمع الله أكبر يعني أترك كل أعمالك كل أشغالك أترك زوجتك وأولادك وأقبل على الله الله أكبر مرتين ثم أشهد أن لا إله إلا الله إعلان للتوحيد عقيدة التوحيد تغيب عن العالم لا توجد عقيدة التوحيد إذا في العالم الإسلامي وفي العالم المسيحي هناك التثليت وفي العالم اليهودي هناك التثمية وفي العوالم الأخرى هناك التعددية والتوحيد هو خاص بأمة لا إله إلا الله أمة الإسلام كل آدان نسمعه لا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله يعني نعبد الرب سبحانه وتعالى على طريقة وسنة سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم حي على الصلاة هذا فيه فلاح فيه نجاح فيه خير حي على الفلاح يعني تذكير بالآخرة لأن هذه الصلاة فيها فلاح في الآخرة فيها أجر وتواب ينفعك بعد الموت ثم نعيد الكرة مرتان يا الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله للتذكير لما نستمع لهذا الآذان علينا أن نهب مباشرة للوضوء لكي نستعد للصلاة وإن كان بعض المؤمنين يكونون متوضئين قبل لأن الوضوء هو سلاح مؤمن والآذان هو تنبيه للغافلين أما غير الغافلين تجده متوضئا قبل الآذان فلما نقبل على الله لابد أن نكون متوضئين وهذا الوضوء هو يؤخذ من الحسن والوضاءة والجمال عليك أن تقبل على الله وأنت جميل وأنت صورتك حسنة وهذا الوضوء أيها الأحبة الكرام لمن يجب ولمن ينبغي له الوضوء الوضوء نتوضى أولا للصلاة فإذا أردنا أن نصلي لله تعالى وجب الوضوء فهذا الوضوء لا يجب في أي عمل هو يجب تقريبا في ثلاث أمور يجب لمن أراد أن يقبل على الصلاة لا يمكن أن تدخل إلى الصلاة وأن تغير متوضع لأن ربنا قال يا أيها الذين أمنوا إذا قمتم إلى الصلاة وكذلك سيدنا النبي قال مفتاح الصلاة الطهور مفتاح الصلاة الطهور الصلاة لعها مفتاح ولا إيمان لمن لا أمنة له ولا صلاة لمن لا وضوء له لا صلاة لمن لا وضوء له لابد أن نتوضع لابد من الوضوء فكي قل للصلاة أول شيء الأمر الثاني يكون الوضوء لمن أراد الطواف حول البيت طواف سواء في الحج أو العمرة فالطواف خصوصا الطواف المتعلقة بالقدوم أو طواف الإفاضة أو طواف الوداع لابد أن تكون متوضئا لكن إذا انتقد الوضوء داخل الطواف وفي الضرفية الراهنة هناك ازدحام شديد عند البيت يصعب كثيرا أن الإنسان يعود لكي يتوضأ من جديد العلماء يقولوا إذا تيسر له فكان حسن وإذا تعذر عليه فليتيمم لأنه صعب جدا أمام الاكتضاظ عند الطواف إذا كان هناك اكتضاظ في موسم الحج والأمر الثالث الذي ينبغي أن نتوضأ له وهو مس المصحف لمس المصحف الشريف فنحن يجب علينا الوضوء لأمور ثلاثة للصلاة للطواف في الحج أو العمرة وللمس المصحف لا يمسه إلا المطهر هذه هما الأشياء الثلاثة التي يجب الوضوء لها أما الأشياء الأخرى فلا وضوء فيها الصيام لا وضوء فيه فعل الزكا عبادة لا وضوء فيها وحتى في الحج السعي بالصفا والمروى والوعب عرفا وكل هذا وضوء فيه نحن مجبرون على الوضوء في أمور ثلاثة نؤكدها هي الصلاة الطواف ولمس المصحف كيف نتوضأ؟ نأتي بالإناء من الماء قبل أن ندخل أيدينا في الإناء من الماء لا بد أن نغسلهم أولا خصوصا إذا استيقظنا من النوم سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا قام أحدكم من النوم فقبل أن يدخل يديه إلى الإناء فليغسلهما ثلاثا لا يدري أين باتت يده فلابد أننا نغسل أيدينا أولا ثم نبدأ في الوضوء نسمي بسم الله ونبدأ أولا بغسل الكفين ثلاث مرات نغسل كفين ثلاث مرات ثلاث مرات بسم الله الله أكبر هكذا ثلاث مرات ثم بعد ذلك نتمضمض نستعمل ألماء في ثامنا المرة الأولى المرة التانية المرة التال�ة ثم بعد ذلك نستنشق ونستنثر في الأنف استنشاق استنتار استنشاق استنشار ثلاث مرات ثم بعد ذلك نغسل أيدينا إلى المرفقين من اليمنى إلى المرفقين ثلاث مرات ثم اليسرى نغسلها أيضا ثلاث مرات ثم بدلك نمسح رؤوسنا ذهابا وإيابا ونغسل الأذنين ثم بدلك نغسل القدمين إلى الكعبين ثلاث مرات نبدأ بالرجل اليمنى والرجل اليسرى هذا كله جاء متضمن في الآية الكريمة يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم الوجه تدخل فيه الفم والأنف استنشاق واستنتار ومضمضة داخل في الوجه ولما قال وامسحوا برؤوسكم الرأس فيه الأذنين داخل فيه الأذنين ثم لما قال وأرجو لكم في قراءة وأرجو لكم إذا قلنا أرجو لكم معطوف على الوجه يجب الغسل وإذا قلنا أرجو لكم غير معطوف مستقل يكون فيه المسح كل جائز هذه الواجبات للوضوء طبعا هناك سنن من السنن أولا أننا نتلت الغسل لو غسلنا مرة واحدة لكن جائزا لكن من السنة أن نغسل ثلاثة مرات الوجه واليدين والرجلين والاستنشاق والمضمضة ثلاثة مرات من السنة ثم من السنة أن نبالغ في المضمضة والاستنشاق المبالغة إلا أن تكون صائما لأن فيه طهارة كذلك تخليل اللحية يعني اللحية موفورة لا بد أن يخليلها كذلك هناك المسح على العمامة من كان يستعمل العمامة ديالو وعنده صدع في دماغه ويشق عليه أن يزيلها له أن يمسح فوق العمامة كذلك يجوز المسح على الخفين إذا كان إنسان لبس الجوارب أو الخفين ويشق عليه إزالتهما كذلك يجوز للمرأة أن تمسح على خمارها أو عندها الأظافر في شعرها ويشق عليها فكل أظافر أو مسح الرأس لأن هناك من عنده صدع تقوم بالمسح على خمارها من السنة أيضا الدلك والفور الدلك لابد أن ندلك الأياد وندلك الأرجل من السنة والفور يعني يكون الترتيب وأيضا الموالات الترتيب والموالات والفور يعني ليس معناه أن الإنسان يغسل الدوء ويقضي واحد الغرض ويعود رجع يغسل رجله ويقضي واحد الغرض آخر في نفس الجلسة في نفس الوقت نستعمل الترتيب والموالات والفور ثم من السنة أيضا الاقتصاد في الماء ولما نفرغ من الوضوء من السنة أن نقول الدعاء لما أفرغ من الوضوء أقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين من قال هذه الكلمة رب سبحانه وتعالى وعده بأنه يفتح له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيهما شاء إلى سون أيها الأحباب الكرام ما الغاية من هذا الوضوء كله ما الغاية منه الغاية منه أيها الأحباب الكرام غسل اليدين لماذا لأن هناك الجراتيم وهناك الميكروبات تنتقل عادة بين الناس عن طريق الأياد اليد لما تباشر مسح أي مكان أو لمس أي مكان قد يكون المكان وسخ فتعلق الجراتيم والميكروبات بالأياد والناس لما يتصفحون أو يتلامسون تقع العدوى لهذا ربنا سبحانه وتعالى أمرنا بغسل اليدين وهذا في قبل إدخالهما إلى الإناء باش يكون الحمد لله دم الموم طاهر ويبقى دائما محافظ على النظافة كذلك المضمضة لماذا؟ لأن الفم يتعرض أيضا لبعض الأوساخ أو الميكروبات فالمضمضة تحفظ الفم والبلعوم واللتة وتحفظ الأسنان تقيهم من الأمراض وأيضا تحفظ من الفضلات الغدائية إذا أكل طعاما أو شارب مشروبا يبقى هناك فضلات غدائية تؤذي الأسنان واللتة والبلعوم وتحدث رائح كارهة في الفم فربنا أمرنا أن نتوضأ ونتمضمض غسل الفم في حكمة كذلك الاستنشاق والاستنطار فالأنف هو معرض لحمل الميكروبات فالأنف مجوف وتدخل إليهم ميكروبات ويصاب الإنسان بالأمراض والجراتيم فلهذا ربنا أمرنا بالاستنشاق والاستنطار وأمرنا بالمبالغة ما لم نكن صائمين أيضا غسل الوجه لأن هناك الغبار والأتربة تتراكم على الوجه وتفسد البشرة والوضوء فيؤدي إلى الحفاظ على مرونة ونظارة البشرة ويزيد الميكروبات أيضا غسل القدمين خصوصا مع التدليك لأن القدمين يحملان الأوساخ والجراتيم ولما نقوم بغسلهما وتخليل بين الأصابع وندلك هذه الرجلين فالجسم كله يرتاح لأن الأعضاء الجسمية كلها لها ارتباط بالقدمين العقل والقلب والرئتين والمعدة كلها تحت الأقدم فلما نقوم بغسل الأقدم وذلكهما خمس مرات في اليوم وكل مرة ثلاث مرات سوف تشعر بالطمأنينة والسكينة وبالراحة ونكرر ثلاث مرات لماذا ثلاث مرات؟ ثلاث مرات أيها الأحباب الكرام اقتبت علميا بأن إذا كان هناك أوساخ أو ميكروبات عالقة في المرة الأولى بالماء تزول الثلث الأوساخ والميكروبات والجراتيم في المرة الثانية نزيل الثلثين من الأوساخ والميكروبات والجراتيم وفي الغسل الثالث نزل ما تبقى من الميكروبات والجراتيم فتكون طاهرا وسبحان الله هذه الميكروبات والجراتيم تتجدد هناك من تجدد من ثلاثة إلى خمس ساعات وربنا سبحانه وتعالى فرض علينا الوضوء عند كل صلاة لأن هذه المدة التي تتجدد فيها الجراتيم حتى يبقى الجسم طاهرا مطهرا فهذه هي الحكم والدلالات من الوضوء لكن ما الذي ينقض الوضوء؟ الذي ينقض الوضوء ما هو؟ هو ما خرج من السبيلين قد يخرج من السبيلين إما بول أعزكم الله أو غائط أو ريح إنسان تكون طاهر لكن إذا خرج من سبيليه يعني من القبل والضبر خرج منه ريح فيه الرائحة أو خرج منه تبول أو خرج منه غائط هذا عليه انتقد وضوءه عليه أن يعيد الوضوء كذلك الإنسان قد يخرج منه المذي هناك أعزكم الله فرق بين المذي والمني المني كيكون علاقة شهوانية وكيكون قوي وعلى دفعات هذا يجب الغسل لكن المذي هو وحد الماء لزيج أبيض يخرج بعد التبول ربما الرجل ربما قد يبصر امرأة حسناء أو ربما يقع له تفكر فبعد التبول يجد هناك ماء لزيج هذاك يسمى المذي هذا لا غسل فيه هذا يكفي الوضوء أما المني أعزكم الله هو اللي كيكون بعلاقة زوجية وكيكون قوي وكيخرج على دفعات هذاك يجيب الغسل وكذلك إنسان إذا مستفرجه بيده سواء القبول أو الضبر كتمو توضع ولكن مستي العورة ديالك الفرج الضبر أو القبول بيدك فهذا أيضا يبطل الوضوء كذلك المصافحة مع المرأة بشهوة مستو المرأة بشهوة إنسان سلم على واحد المرأة وشعر بشهوة انتقد وضوءه بإمام الشافعي يقول لك الغسل أو لامستم النساء لامستم النساء بعض العلماء قال لك لامستم هذا المد المقصود به هو العلاقة الزوجية ملامس يعني العلاقة في الفرج لكن هو لك يجيب الغسل أما مجرد المصافحة أو ازدحمت مع امرأة وشعرت بشهوة وكنت متوضع انتقد وضوءك وعليك أن تعيد الوضوء من جديد كذلك مما ينقض الوضوء ذهاب العقل إنسان كان عقل واحد اللحظة مشاري العقل دياله إما بسكر شربش خمر أو كل شي مادة مفترة وذهب عقله انتقد وضوءه أو ربما وقع له إغماء إنسان جات الدخاء وتلفه ومشاري العقل دياله ما كل شي دواء وقع له إغماء أو ربما النوم المستغرق شو واحد نعس نوما عميقا حتى بدك يشخر هذا انتقد وضوءه أما النوم الخفيف بقي ما زال عقلك حاضر فهذا الوضوء بقي ما زال صحيح كيكون الناس في الجامع وربما كي تسن الصلاة وكي يجي واحد الإغفاء واحد النوم خفيف هذا وضوءه صحيح وكذلك كيقول العلماء الردة شي إنسان ارتد عن الدين كان متوضع وبغي يصلي واحد اللحظة جاته خواطر دهنية وقال له ربما وش الدين حق وش الله موجود وش القرآن فعلا كلام الله وكي تجي واحد المجموعة دي الهواجس الشيطانية وكأنه يرتد عن الدين يقول لك هذا كان متوضع وأرد أن يستغفر يعود يتوضأ من جديد هذا الوضوء أيها الأحباب الكرام من توضأ به هذا الوضوء رأى عنده أجر وثواب كبير لأن ربي عز وجل لا يغفر به الدنوب سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا من توضأ وأحسن الوضوء وصلى ركعتين دون أن يحدث نفسه بهما غفر الله له ما تقدم من دنبه هذا أجر كبير صور غفر الله له ما تقدم من دنبه مجرد أن تتوضأ تتوضأ وضوءا سليما صحيحا وتصلي ركعتين دون أن تحدث نفسك فيهما احسر الفكر إذا قمت بهذا العمل غفر الله لك كل ما تقدم من دنبك جميع السيئات ودنوب لارتكبتها منذ الطفولة منذ المراهقة كلها غفرها الله جل جلاله هذا الوضوء أيها الأحباب الكرام سيدنا النبي لما قال لنا غجوا عندي الحوض قال لنا عندي الحوض والحوض يوم القيامة وحد النهر عظيم أبيض من اللبن وأحلى من العسل في مشهد الإزدحام يوم القيامة مشهد مروع الشمس تدنو من الرقاب بمقدار شبر والعرق يتصبب والناس يمكتون ألف سنة ومنهم من يمكت خمسة آلاف سنة وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون يشعون بالعطش الناس يحتاجون إلى الماء والماء غير موجود سوى في الحوض وغج الأمم من أهد نوح عليه السلام إلى آخر الدنيا ملايير الملايير الملايير دين البشر غرجوا كلهم وكي بغيوا دك شفوا دك الماء تخطفوا عليه وسيدنا النبي يقول لهم غير يغير أمتي فسأله صحبي يا رسول الله بماذا تعرف رجال أمتك وأهل أمتك من بقية الآخرين قال لأعرفهم من آثار الوضوء يأتون غرا محجلين من آثار الوضوء هذا الوضوء يوم القيامة وهتكون ظلمة ظلام يوم القيامة قد لقى المؤمن عنده النور النور في جبهته لأنه كان يسجد عليها النور في وجهه كان يغسل وجهه بالوضوء النور في يديه النور في قدميه نورهم يمشي بين أيديهم وبين أيمانهم نورهم بهذا الوضوء هل هذا أيها الأحباب الكرام الوضوء سلاح سيبنا النبي قال لنا سلاح المؤمن الوضوء لكنك أنت متوضع يحفظك الله من العين يحفظك الله من الحسد وكي يكون غراضك مقضي لكي تدخل أي إدارة أي مؤسسة أي مجال كتلقى الأبواب مفتوحة لأنك أنت متوضع وكتكون في حماية الله ورعاية الله وكل عمل باشرته وأنت متوضع ربنا يباركه فنجدد هذه المعلومات أيها الأحباب تعرفونها ولكنك يقول لك وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين نسأل الله تعالى أن يفقهنا في الدين خصوصا في ثقه العبادات حتى تكون عبادتنا سليمة وصحيحة وربنا سبحانه وتعالى يقين من عذاب القبر لأن من أسباب عذاب القبر سيدنا النبي وقف على قبرين قال إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير أما أحدهما فكان يمشي بين الناس بالنميمة وأما الآخر فكان لا يستبرئ من البول من أسباب عذاب القبر أن الإنسان تمشي تبول أعزكم الله قبل أن يستنزه كتلقاك يتوضى يدخل يصلي وما زلك يقطر هذا قلنا بأنه من أسباب عذاب القبر إنسان إذا دخل أعزكم الله المرحاد يتنظف ويبقى حتى يطهر تماما ويتطهر ثم يشرع في الوضوء ثم يدخل في الصلاة فنسأل الله تعالى أن يفقهنا في الدين ونسأل الله تعالى أن تقبل منا العبادات وأن يتجاوز عنا الخطايا ونسأل الله تعالى أن يجمعنا وإياكم في واسع رحمته إنه سميع قريب مجيب السلام عليكم لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله ترجمة نانسي قنقر